احنا قدام الظاهرة والظاهرة هذي يجب نقولها ترجمة قانونية هذي ناس ماش قاعدة تخدم تفقنا في حالة توقف عن العمل لكن متوجدين في قاعات اللاسدة ومش هذا وفي نفس الوقت قاعدين يخدم ولا أنا معديوا في البكسبور وفي نفس الوقت قاعدين يخدم قاعدين يرجعوا في العداد لتليمذة لكن ممش قاعدين يعطيوا فيها الليدا هذه هو توصيف ولا أنا غالط هذه هو طيب مسئلة حجب الاعداد هذي ومسئلة اللي قاعد سايرتا كي نرجعوا حسب ما فهمتنا أغلب بيانات نقابة التعليم خلينا ساعة زادة يجبنا نقولوا كلمة زادة أخرى معانا خطر إحنا توفي في مواجهة بين حكومة وبين قطاع يعني جزء معانا تهمية الدولة اللي هو الأساس النقابة هذي اللي موجودة توفي ثم نقابة أخرى عندها عندها نقابة موازية شفتوا إحنا في القضاء عنا جمعية ونقابة وجمعية شبان وعنا كذا في المحامين تتحدد لهيكل وروني العمادة معانا هي اللي تترأس الاتحادات النقابية اتحاد شغل اتحاد وعمل تونس اتحاد ما العرفش كذا البلاد اللي كل تقوم على الثنائية في التعليم لا في التعليم فما هيكل واحد هيكل واحد اختاني من الأرقام أستاذة مش مشكلة في الأرقام معانا شكون أضرب وشكون وقداش وقداش ما قداش ما أضربش لأنه حجم الكارثة معانا في غياب معلم معانا الشخص الشخص في التعليم يوزي أربعين شخص اللي هو أو ثلاثين معانا كيغيب أستاذ أربعين ما يقراوش أو ثلاثين ما يقراوش صحيح ولا بغضا نضر معانا تتوى على الحجم العام معانا بتاع أو العدد معانا بتاع السادة إذن هذه نقابة واحدة أنت من باب الحنكة أنك أنت تتفاوض معها تتفاوض في حدود الممكن خلينا نتوى نجي وتوى للحدود الغير ممكن ما هو التوصيف القانوني للي قمت به يا أستاذ ما قلت أنت قلت لا يا إحنا ما علقنا العمل ما هو إذراب النقابات بما فيها أنا خلفتي نقابة الفاس 2242 مجد شغل ينظم عمل النقابات الفاس 376 مكرر ينظم معانا حكاية الإذرابات الفاس 36 من الدستور كل الحق في الإذراب الفاس 49 من الدستور بيننا يعني بعض جاونا بالإذراب لكن ما هيش منظمة ما عناش قانون ينظم الإذراب تقولوا أنتما كلم له زارة صحيح أو لما يصدر معانت عليها بايلات يقول لك رو ما في بنيش لأنه أنتما ما إعلمتوش لأنه أنتما ما قمتوش بإذراب أما لكنكم توقفتوا على العمل إذن ما عناش مصطلح قانوني اسمه رو تعليق العمل أذياله لني لأنه الإذراب كذلك يخضع لشروط وحتى تعليق العمل على فرض أنه ثم تعليق عمل راهوا تعليق النشاط مع طبع مؤسسة تعليمية هو من صلاحية الوزير في حالات خطر دهم بلاسة مسهل إرهاب بلاسة لقدر الله فيها وباء فيها كذا يأذى الوزير أنه هو يسيدي سكر معانت هل ماذا سيدي إذن إحنا قدام شنوة تو قدام تعليق معانت شنوة تعليق ذا معانيش هل هو إذراب لا هل هو معاناها صد على العمل حطيتونا قدام مشكل ما هوش قانوني قانوني سامحني سامحني ستيف خليني نكمل أين عاوش قولك حاجة شفتك عبارة بدوني حزمة معاش تتكرر ما تنجمش يا راود جي أنت لمئة ألف أستاذ واقعيا معانت الركن المادي والمعنوي والشرعي معانت ارتكبوه مئة ألف أستاذ مش هكا تعالج الأمور مش هكا ثم قرار هو اصدر على السلطة قضائية في الزيم الأساذة بأنهم يمكنوا الإدارة من الأعداد ماذا ماشي أحكام معانتها جزائية القرار هذا عليش اصدر لأنه احنا عنا مجلة حماية حقوق الطفل شي قل لك اعتبرني طفل معانتها في حال التهديد واللي قام بالقضية إنسان معانتها عنده صيفة اللي هو موظف عنده صيفة اللي هو المكلف العام اللي هو من دوب حماية طفولة أعطون شيوها مشكل هو المشكل الأخلاق شفته في كل قطاع وهذه معانتها اعتبرها نصيح كل ما هيكل يعمل حاجة يخرجوا له هيكل موازي يعمل حاجة أخر اتفقنا البزألم على الساذة لخذيت بعد سياسي أخر خرجوا الأساذة رساراس سمحوني في الكلمة هما والأولياء واللي تنا تقول هنا مشكلة إينا مع شكول هل ترى إنا معالها أستاذ بالحق إلى معالها أستاذ وإلا إينا مع الولي الولي الأنا هو الولي الولي هو أنا اللي معانتها في الليل يجبني نشر اللومجة والله أعلم ما منوجي من اللومجة غضو أسباحي يجبني väno bill والله وأن وخفته ثم خوفي ما عنتها على ابني في القراية lake اعتدال قدر لا ارهابي فماش مجرم اتخلى للواحد فماش كل الحاجات معانتها اللي تصير اذيك ربما معانتها معلم اضرب لي ولدي ولا استاذ ولا لهو يعني نحن نحن الاولياء نكابد ما نكابد من اجلكم ومن اجل ابنائنا كيني نيابة على الحكوم قل تزغطوا معنا دقيقة 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 لا مش هذا مش نزغطوا دقيقة خامش نقول لك طو انا مناش خايف طو انا خايف انت شكون خرجت انت خرجت انا قاض علمتني الاضراب وخرجت الطبيب وخرجت المحامي وخرجت فضلكم هذا ما ننساوهش لكن اليوم زرعتوا ثقاظة اخرى وراني مانيش معانتها انا مانيش ضد الاضراب رابع لكن سامحني 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 خليكم معناها توا انا اليوم كقاضي نجم انا نصد الحكم صد الحكم قاضة المحكم دقيقة اي الحضور كذا كذا وغضو ما نعطيكش الحكم او انا انا نمشي نعمل تحليل في لابوراتوار ولا عند طبيب يقولك سيدي هاو تحليلك ورون ما عندك حد شي اما انا راني مانيش المكن المحكمة من النتائج شنية هالنتائج تولو سلنا في غياب في غيابة في غياب يعني وسيلة قانونية للتحرق انتعكم اللي هو ما هوش اذراب حجب الاعداد الحجب هذا شعملنا ما كنا منه تلاف وما كناش منه لدار التلميذي نجم ينجح روحه انا متأكد الساعة خليني نسبق متأكد اللي هذي الكل وراه بشوفه متأكد هذا اللي نعملوه الناس الكلام متأكد ولكن لو تواصل الى حد الان احنا تقريبا في نقارب على انتهاء السنة الدراسية ثم دراساتي زي ما تعمل في احداث مدارس في احداث اقسام في التنقيص من الاقسام في كذا الدولة مهم شك مايش عارفة مع انتها شو شو اللي بتعمل معانتها للسنة القادمة خوف ثم خوف والخوف يزيم يكون طبيعي ومنطقي اينا كدولة معانتها يزيمني نخاف اني مثلا تلاف لم يعاديوش الباك ولا وانه ما هوش بش يكون موقف لسيدة وانا متأكد منها معانتها الحكاية هذه الناس اللي بتتنجح تواف في الباك خي بش تواصلوا حجب الاعدادة في الباك الباك ما تنجب تعطي العداد كل اللي دارة ما تنجب تعطيها مباشرة معانتها لتلافذة وضعوا فيها . سمحني , هرهم ؟ خلينا م Pey yeah او ع valley ح الشواري یاده yالك يا هاه coming الحذاي حجب الاعداد السوداسي الاول والسوداسي الثاني وكضون هاش ب dichoها اللي بتتغير قد ب POLAA من الحق دقائنا اidis ابحض يسمك بطلع suffering يجب ان تكون مطلع يا عصين المهنية نحن نحجب اعداد السوداسي الاول والسوداسي الثاني من المجد تحد حد حجب عداد الامتحالات الوطنية يعني هوا هوا حجبانيا يا أستاذ ويعجبوا في الباكسفور يعجبوا النو لدينا امتحانات وطنية لساذة متاعنا بشو شرفوا عليها وبشو شرفوا عليها بشتجرة في الأوقات متاحة نعم بشتجرة في الأوقات متاحة من إحضارتها هذا إحنا حبوه بلقي خانا نقول لك موقف بعض الأولياء بعض الأولياء اليوم عملوا وقفة احتجاجية جاء وزد الوزارة قالوا يا وزارة يزمك تكون مع أنت وتعطي لساذة وتعطي كذا أما خليني نقول لك خوف آخر شفت أنك حكيت لك بدي تهيلك من لومجة معناتها بتاع والدي وبدي تهيلك من لسانس معناتها بتاع سيارة من بلزين السيارة بعض على المستوى النفسي على المستوى النفسي معناتها ثم يقول لك لأساذة مع احترامي شديد لهم علموا لأبنائنا الحصول على المطلبية بالقو لاي الذراع ثم يقول لك معناتها هذا الشجعه معناتها على غياب معناتها على دروس أه أستاذي أنا اليوم مع أنت معه جاي منظومة عامة في إطار إذراء ثم يقول لك رول الأستاذ اليوم ما حسش بمجهود الولي في أعمال الرقابة أنت كما تقريريش والدي اليوم معناها في المدرسة أنا ومين بش نعمله سويذي فالدارة أنا سويذي معناها بش نعمله بلأ سمحني نقطين أخرين قلنا كذلك ثم خلق فوارق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص أشبيه جمعت البريفي يقرأ وإحنا معناتها زوالية اللي لنا ربي والدولة وانتم معناتها ما نقرأوش النقطة الأخيرة سنيزار خلق الإحساس لدى التلميذ بوجود فوارق اجتماعية اللي هي شنية اللي عنده الفلوس يقرأ اللي ما عندوش الفلوس ما يقراش ومتنسيوش اللي الكتاب في تونس وصل اليوم بمئة وخمسين دينار بمئة وخمسين دينار الزوالي ما ينجمشي شريكتين